بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلب الأعزاء ها قد عدنا من جديد لإن شاء الله نكون مع بعض في خلال هذه العطلة الصيفية نتمنى أنكم خذيتوا قسط من الراحة وانتهى الضغط ضغط الدراسة والآن حان موعد الراحة والاسترخاء ونتمنى لكم عطلة سعيدة لجميع التلاميذ سواء في الطور المتوسط أو الطور الثانوي أو الجامعي أو غيرها من الأطوار إذن اليوم جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة لحساب الجذر التربيعي لمربع تاما إذن ما معنى المربع التام؟ يعني العدد اللي كنديروله الجذر ما تخرج عدد يعني عدد عشري يعني ما عندوش الفاصيلة يخرج عدد كما نقول عدد طبيعي إذن ركزوا معنا معي إذن إذن نبدأ لكم بالبديهيات البديهيات هذه لكل تلميذ سواء في الطور المتوسط أو في أي طور لازم يعرفها على ظهر قلب وش معناتها البديهيات؟ إذن كي يقول لكم واحد جذر سفر سفر جذر واحد واحد جذر أربعة هو اثنين جذر تسعة هو ثلاثة جذر ستة عشر هو أربعة هي بديهيات يعني لازم الواحد يعرفها يعني بدون تفكير يحفظها إذا كان ممكن يحفظها ولكن مع الوقت أحد جيه بالممارسة أحد جيه سهلة إذن جذر ثلاثة وثلاثين هي ستة جذر تسعة وربعين هي سبعة جذر ربعة وستين هي ثمانية وجذر واحد وتسعين هي تسعة جذر مائة هي عشرة جذر مائة وربعة وربعين هي إثنى عشر وجذر مائة وعشرين يساوي أحد عشر وجذر مائة وخمسة وعشرين يساوي خمسة عشر يعني أنا أتذكر أنني حفظتهم في الطور المتوسط لحد الآن يعني كملت الجامعة الحمد لله وكملت يعني دراستي من الآن نتذكرهم كأنني يعني دائما في الحاجة التي تدخلها في الصغر ما تخرج وبالممارسة بالممارسة رح تبقى لكم إذن تنتبهوا معي جب لكم أسهل طريقة وبسيطة لحساب الجذر التربيعي لعدد قلت له أنه مربع دم يعني ما تجيبوا ليش عادد كي تديروا بالآلة الحاسيبة يخرج لكم بالفاصيل عدد عشر لا إذن نركزوا معي إذن مثلا خمسمية وتع وعشرين أول طريقة وش رح تديرها تقسم العدد إذن إلى قسمين بحيث القسم الأول يكون عنده عددين ثم وش ندير رح هذا تع وعشرين إذن خمسمية مثلا العدد خمسمية وتع وعشرين قبل ذلك كتبت القائمة المربعات التامة اللي ذكرتها لكم يعني واحد موربع يسوي واحد ثنين موربع يسوي أربعة وإلى غيرها حتى التسعة إذن بديت من واحد حتى التسعة ثم يعني هذا القائمة لازم تكون في بالكم أو في الورقة اللي بحثوا للجذر التنبيعي ثم وش طريق للمرحلة ثانية أي عدد قسموه إلى قسمين بحيث يكون القسم الأول مكون من عددين ثم رح نهتم بالعدد الوحدة يعني تسعة ثم وش رح ندير رح نولي إلى القائمة ما هو العدد التام الذي ينتهي في القائمة بالعدد تسعة نلاحظ أن هناك هذا العدد ثم هذا العدد أي نأخذ جذر التربيعي لتسعة وجذر التربيعي لتسعة وربعين هي ثلاثة نكتب هنا إذن هذا يساوي قبل يحيت يساوي لي خانتين يعني عددين العدد هذا رح يكون إما ثلاثة أو سبعة ركزوا معي رح تفهموا بالتدريب رح تجيكم سهلة في المرحلة الأولى تجيكم صعبة ثم بالتدريب سهلة إذن قلت أن هذا العدد رح يكون سواء ثلاثة أو سبعة ثم نأخذ العدد الثاني خمسة خمسة رح نشوف في القائمة تعيه أي العدد أقرب واحد لا أربعة إذن العدد الأقرب من خمسة هو أربعة إذن نأخذ الجذر التربيعي لأربعة هو ثنين نكتب ثنين ثم وش نكتب نتابع العملية ثم وش رح ندير رح نضرب ثنين في العدد الذي يليه ما هو العدد الذي يليه ثنين يعني ثنين زيد واحد هو ثلاثة وثنين في ثلاثة وش يمجلي ستة ثم وش رح رح أقارن بين خمسة وستة ما هو العدد الأكبر أو الأصغر خمسة أصغر من ستة ثلاثة أو سبعة رح ندير العدد الأصغر وهو ثلاثة وبالتالي ندير بالألة الحاسبة جذر خمسمية وتسعة وعشرين تساوي ثلاثة وعشرين مثال آخر باش نعاود نشرح أكثر نفس الشي عندي ألف وربعة وعشرين وش قتلكم قتلكم أول حاجة وش رح رح تقسم العدد هذا إلى قسمين حيث ندير عددين ثم وش ندير رح أقارن هذا العدد يعني الوحدات أربعة نولي القائمة هنا في القائمة وراه الأربعة موجود هنا أين في القائمة موجود هنا إذن ناخذ جذر أربعة هو ثنين وجذر أربعة وستين هو ثمانية إذن رح نكتب الجذر التربيعي لهذا العدد ماذا يساوي يساوي طبعا ستخرج خانتين دبهم إذن قلت كي قارنت أربعة لقيت الجذر هنا يكون هنا في هذا الخانة يأما يكون ثنين أو هذا يعني أو أو وش قلنا أو ثمانية ثم نولي العدد الآخر عشرة في القائمة ما هو العدد الأقرب إلى العشرة ركزوا معي نولي القائمة تاي واحد ربعة تسعة هل نأخذ ستة عشر لا ماذا نأخذ نأخذ تسعة لأن ستة عشر بعيد على عشرة إذن كنأخذ تسعة رح نأخذ جذر تربيعي تاعة جذر تربيع تاعة تسعة هو ثلاثة إذن هنا وش رح نكتب ثلاثة ثم باش نعرف هنا هل نأخذ ثنين أو ثمانية نجي العملية هذه نكتب هنا ثلاثة في العدد الذي يلي ثلاثة ما هو العدد الذي يلي ثلاثة العدد الذي يلي ثلاثة هو أربعة جيد إذن نضرب ثلاثة في أربعة وش مدلي إذن نتابع إذن قلت العدد الذي يلي ثلاثة هو أربعة إذن نضرب ثلاثة في أربعة وإذن إذن هنا وش سنتر ندر مقارنة بين العشرة وإثن عشر أيهما أكبر دائما بنسبة لعشرة دائما نشوف عشرة بنسبة لإثن عشر نلاحظ أن عشرة أقل من إثن عشر إذن هنا هنا نولي هذه وش ندي إثنان دائما لأن إثنان أقل من ثمانية يعني هنا إذا كان دائما مقارنة بنسبة للعدد هذا إذا كان هنا العدد هذا أقل من عدد الذي لقينا ندر دائما هنا العدد الأقل من هذا العدد إذن ماذا نكتب هنا من ثلاثين يكون ندير بالألة الحسيبة جذر سنكتب هلكم إذن قلت إذن مثلا 6561 ماذا قلت لكم نقسم العدد هذا إلى قسمين بحيث القسم الأول يكون مكون من عدد ثم نجي الوحدات واحد الوحدات وقارن نولي القائمة للمربعات التامة أين هو العدد اللي عنده نهاية التامة واحد هنا كاين هنا ثم نشوف لالليست كاين واحد وثمانين إذن نأخذ مربع تامة واحد ونأخذ مربع تام واحد وثمانين إذن هنا الخانة هذه من خانتين إذن في هذه الخانة حيكون الناتج هو يواحد ياش قلنا تسعة إذن باش نلقى هل هو واحد أو تسعة نجي العملية للعدد الثاني 65 ما هو العدد الأقرب في القائمة للعدد 65 أين هي إذن ما هو العدد الأقرب هنا كاين 64 كاين 81 إذن العدد الأقرب هو هذا العدد ندير مربع تام 64 ويخرج لي ثمانية ثم وش قتلكم قتلكم تضربوا ثمانية في العدد الذي يليه ما هو العدد الذي يلي ثمانية يعني ثمانية ثمانية في تسعة وش ندلي اثنانية وسبعون إذا نكتب اثنانية وسبعون ثم وش قتلكم هنا مباشرة ممكن كتابة ثمانية هنا ثم هنا باش نكتب هل هو واحد أو تسعة في الخانة هذي وش رح ندير وقارن بين 65 و 72 إذا نلاحظ أن 65 أقل من 72 إذا وش رح ندلي هنا هنا واحد أقل من تسعة إذا نشح ندلي هنا الناتج ندلي واحد إذا جذر إذا أخيرا جذر 6561 تساوي 81 أتمنى أن تكون الطريقة سهلة لكم وبسيطة وأعجبتكم الفكرة هذه فقط لباش نجوز مع بعض العطلة هناك حصص أخرى من هذا النوع وغيرها من نوع آخر نتمنى فقط نتلقى تعليقاتكم على هذه الفكرة نتمنى تعجبكم وتمنى تسيوها مع زملائتكم أو أخواتكم أو مع بعض أو مع الأم وليما لا مع الأب باش باش تثبت الفكرة وإن شاء الله عجبتكم الفكرة نطلب منكم فقط أنكم ضغطوا على ضغط يعني للجارس باش تفعلوا الجارس باش يجيكم الجديد والجديد وتمنى تشتركوا في القناة باش نطوروا هذه القناة من أجل العلم والتعلم نتمنى لكم عطلة سعيدة ونستنى تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته